المشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامج حياتنا حياتنا فيها كثير من المشكلات المهم انه ازاي نتعامل مع هذه المشكلات و ايه هي الطرق و الوسائل اللي تقدر انت تحل بيها المشكلات دي قديما ما كانش الناس عندها فكرة انه يروحوا يستشيروا يروحوا الدكتور نفسي يروحوا لحد معالج نفسي او متخصص في علاج مثل هذه المشكلات بعد كده بقى فيه وصم تعار للطب النفسي لما تقول لحد انا هروح لدكتور نفسي فيقولك هو انت مجنون فبقى تديل وصم تعار الملازمة للطباء النفسيين دي نقطة الاولانية نقطة تانية انه انا في مرة كان احد الناس من احد المحافظات جنبيهم دكتور نفسي احد الاولان عنده مشكلة فبدل ما يروحوا للدكتور النفسي اللي جنبهم راحوا لدكتور نفسي في محافظة بعيدة جدا عشان محدش من اهل البلد دي او المكان ده يعرف ان هو ابنهم عنده مشكلة نفسية او ابنتهم عندها مشكلة نفسية ودي وصمة العار اللي مرتبطة بالافلام والمسلسلات اللي بدأت تحط تصور حتى الدكتور النفسي بصورة مش طبعية النهاردة معي الدكتور احمد العوضي اخصاء الطب النفسي مستشفى العباسية للصحة النفسية دكتور احمد راحب بيك قبل ما اسألك ايه هو الطب النفسي عايز اسألك ليه وصمة العار اللي ملازمة الطب النفسي مع كل المحاولات ان نقول ان دكتور نفسين طبيعيين وبيساعدونا وبيحسنوا من حياتنا كل ده تمام فمبدئيا انا سعيد بمبادرة حضرتك واننا موجود مع حضرتك المحافظة في البرنامج مبدئيا محتاجين ان احنا الاول نتكلم على ان المشكلة دي مشكلة تاريخية شوي وان في المجتمعات بشكل عام كل ما بيزيد التأخر او يزيد الجهل او يزيد التخلق بشكل عام بتزيد المشكلة دي بشكل كبير جدا بمعنى من الحاجات اللي بتذكر وبتتدرس في التاريخ الطب النفسي بشكل عام ان كان فيه مستشفى في العصور الاسلامية لا في العصور الاسلامية كنت مزدهرة وكان فيها تقدم وازدهار وغيرها اسمها مستشفى قلوون وكانت مشهورة بشكل كبير جدا ان هي بتهتم بدرجة عالية جدا بالمرض النفسي والمريض النفسي وعد ايه ان المشكلة النفسية دي محتاجة حل لدرجة ان المريض نفسي وهو خارج من المستشفى بيدوله مبالغ مالية تكفي انه هو يعيش ويخد ذهب ويخد هداية وياخد مش عارف ايه وكلام من ده بيبين لحضرتك قد ايه كان الاهتمام بان ده مريض محتاج شكل معين من العناية ومحتاج شكل معين من الرعاية والتوجيه والتوجيه بالضبط ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده كان في العصور الوسطى ابتدت الخرافات تزيد ابتدت الفكرة المسيطرة حوالين الناس موضوع الاعمال والسحرة والحساد والارواح الشريرة فكرة الارواح الشريرة بالزاد دي اللي بتخلي الناس تصم المريض النفسي بوصمة معينة ان ده نبعد عنه ان ده ممكن يأثر علينا ان ده ممكن يأزينا ان ده ممكن يعدينا حتى لدرجة ان في بعض الناس بيطبع متخيلة ان المرض النفسي حاجة معادية وللأسف الشديد الاعلام الى حد ما ساهم شوية بدأ يغزي حتى الفكرة دي بالضبط كبير بنشر الخرافات او ان المرض النفسي حاجة مش مفهومة بشكل كبير او حاجة غمضة لانه بيتعامل مع بعض الوظائف اللي مش مفهومة عند ناس كتير جدا فابتدى يبقى فيها دجل وشعوزة وكلام كتير مش علمي ومش دقيق بنسبة كبيرة جدا مفيش رابط ما بين المستوى التعليمي وما بين ان شخص يروح لدكتور نفسي بنشوف مستويات تعليمية عالية جدا ولكن للأسف الشديد اول ما بيلجأوا بيلجأوا للطب الشعبي وللشيوخ والدجالين والطرق الكتيرة اللي بيبقى اخرها واخر مرحلة في النهاية خالص ان هو يلجأ للطبيب النفسي ده في الاخر خالص بعد ما يروح الشيخ اللي جنبه وشيخ الجامع وشيخ الزاوية ويرى قرآن وما الى ذلك مش بنقول ان القرآن في مشكلة لكن بنقول ان القرآن هو شفاء للناس ولكن مش بالقريقة يمكن ده هنوضحه يعني لما هنجي نتكلم بشكل تفصيلي حوالينا المشكلة النفسية او الاضطراب النفسي بوصفه دقيق يعني هنوضح ازاي نفرق ما بين الحاجة اللي ينفع معاها ان احنا نقول لشخص طب قرب من ربنا شوية طب صلي طب غير جو طب كذا دراجات معينة بالزبط كده يعني احنا نتكلم عن المشاكل النفسية والأمراض النفسية في ناس كتير قوي ما عندهاش خلفية عن ايه هو اصلا الطب النفسي طيب زي كل فروع الطب عندنا بنتقسم في فروع الطب بشكل عام الى تخصصات جراحية وتخصصات باطنية الطب النفسي هو احد التخصصات الباطنية واحد فروع الطب اللي بيعتني بدراسة ووقاية وتشخيص وتأهيل جزء مهم جدا عندنا في اعضاءنا وهو اللي بيميز الانسان عن سائر الكائنات وسائر المخلوقات زي ما دكتور القلب العضو اللي هو بيهتم به القلب زي ما دكتور العضو اللي بيهتم به هو العظام بتاعة الانسان فكذلك الطبيب النفسي العضو اللي هو بيهتم به هو المخ مش بس المخ بشكل عام ولكن اخص واضق تفاصيل المخ وهي بنسميها الوظائف العليا للمخ او بنسميها اللي هي نقدر نلخصها كده في مجموعة من الوظائف المهمة واللي لو حصل فيها خلل بشكل واضح هنا نقول ان دي اعراض مرض نفسي اللي هي السلوك اللي هو البيهيفيور اه الاموشنز المشاعر تمام الـ thinking او التفكير الـ perception اللي هو الادراك دول اهم والميموري اللي هي الزكرة دول اهم الوظائف العليا في المخ اللي بيتميز الانسان عن باقي المخلوقات كويس يعني اي حد ده يبقى عنده خلل في الوظائف اللي حالك قلت عليها دي ده معناه انه بدأ او عنده مشكلة محتاج من هو بدأ يبقى عنده اعراض الاعراض دي ممكن تخليه ان هو يروح عند الدكتور متخصص نفسي عشان يشوف ايه سبب الاعراض دي بالضبط يعني نضرب مثال مثلا ان واحد مثلا على مستوى التفكير يعني ايه بيحصل خلالها على مستوى التفكير ان في واحد شخص مثلا بيجي له او فكرة ملحة بشكل متكرر كتير جدا لا اراضية بالضبط اه ما بيقدرش يوقفها وبيحاول يقومها بشكل مستمر وما بيعرفش يوقفها او شخص مثلا مقتنع بحاجة معينة بشكل كبير جدا مقتنع بيها زي ما انا شايف حضرتك كده مقتنع مثلا ان هو المهدي المنتظر مقتنع مثلا ان هو الناس اللي خرجت علينا في وقت النلاوات وبقينا نقول الناس دي بتدعي خرافات هو ممكن يبقى جزء من مرض نفسي وكذا كتير من الاضطرابات اللي بتصيب حاجة من الوظائف دي فتعمل لنا وتطلع لنا كتير جدا من الامراض النفسية المنتشرة اشهر الاضطرابات النفسية اللي عموجون عند الناس هي اضطراب مثلا الوصول الخاص بالنظافة الناس اللي هي بتبقى على طول عايز ينظف ممكن ما يعملش حاجة الكلام بكله عشان انا دايما بشوف كتير من الناس بيعاني من المشكلة دي فلو حد بدأ يحس انه بينظف الحاجة اكتر من مرة اتنين وثلاثة واربعة ومش قادر يسيطر على ده ده ممكن يكون ايه طيب علشان نوصل لدي محتاجنا ان احنا نقول امتى يبقى عندي مرض نفسي يعني اعرف ازاي ان ده مرض نفسي ان انا يبقى عندي مجموعة من الاعراض اللي بتصيب حاجة من الوظائف اللي اتكلمنا عنها دي والاعراض دي انا بعاني منها تمام والحاجة اللي بعد كده انها مستمرة لمدة زمنية خاصة بكل ديستوردر او كل الطراب والحاجة الاخيرة بقى واللي ده المقياس الحقيقي اللي يفرق ما بين الحاجة العادية والحاجة اللي وصلت لمرحلة الطراب انه يؤثر على وظيفة انا معتاد القيم بيها بمعنى ايه الوظائف؟ زي ايه؟ زي وظيفة اثارية ان انا معدتش عارف اقوم بوظيفتي مثلا ست بيت علشان عندها المشكلة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي فبتقعد تقسل كتير جدا بتستهلك وقت كبير جدا 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 ومجهود فالحاجة دي ضغطها بشكل كبير جدا وعملالها معاناة او وظيفة اجتماعية العرض ده او الحاجات دي مخلياني باستمرار بتجنب او بتحاشى التعامل مع الناس علشان خايف من حتة النظافة مثلا او وظيفة معرفية او دراسية وده بتيجي في بعض الاضطرابات الخاصة بمشاكل التركيز والذاكرة وغيرها او وظيفة مهنية ان انا بطلت اروح شغلي او بطلت اقدي وظيفتي اللي انا متعود ان انا اقوم بيها بشكل مستمر هنا نقدر نقول ان انا او الشخص ده عند اضطراب نفسي وهو ده اللي يفرق ما بين وجود اعراض بسيطة ان شخص مهتم زيادة او بالنظافة او مهتم شوية زيادة بالهندام وتبتيب البيت والتزويع وكلام من ده بس ما وصلش او ما وصلتش للمرحلة المرضية المعيارة عندنا انها تكون بتأثر على وظيفة معتاد القيام بيها معنى كده ان احنا نقول اي حد بيقوم باي حاجة او عنده اي اضطرابات حاجة معينة بتخليه يأثر على وظيفة الوظائف الاساسية اللي ممكن يعملها سواء التفكير او المشاعر او الوظائف المهنية او الوظائف الحيوية اللي هو معتاد يعملها بشكل مستمر بدأت تأثر على حياته بتنصحه انه يتوجه للطبيب النفسي بالضبط للعرض عليك انه الاعراض دي ضغطة بشكل كبير وبيعاني منها ومستمر الفترة زمنية وبيحاول يقومها مش عارف ومأثر على وظيفة معتاد القيام بيها ممكن يكون بيعني بيعملها غصب عنه هو مش قادر انه هو يبطل هو بالتأكيد بيعملها غصب عنه ليه بقى لان احنا لو جينا اتكلمنا في اسباب الترابات النفسية احنا كلنا في حياتنا من وحنا صغيرين بنبتدي ان احنا نكتسب بعض السلوكيات وبعض المهارات من ضمن المهارات المهمة جدا حاجة اسمها المهارات التكيفية او الكوبينج سكيز يعني ايه مهارات التكيفية كلنا في حياتنا بنتعرض لضغوط ومشاكل وتوتر وقلأ بدرجات مختلفة وبدرجات متفاوتة لكن اغلبنا بيقدر ان هو يتجاوز الضغوط دي ويعديها بايه بالكوبينج سكيز دي او بالمهارات التكيفية في بعض الاوقات الكوبينج سكيز اللي انا حصلتها في نموي او في تنشئتي بشكل عام ما بتبقاش قادرة خلاص انها تقدر تتعامل مع حجم الضغوط وحجم المشاكل اللي انا بتعرض لها بشكل مستمر فيحصل خلل الخلل ده باسبابه تلتة اسباب بنفصلها احنا او بنطلق مصطلح كده بايو سايكو سوشيال يعني ايه بايو يعني اسباب بايولوجية اسباب البيولوجية دي جزئين الجزء الاولاني اسباب جينية بنقولها بشكل اضاق شوية عوامل وراسية فيصلوا الجانب الوراسي الخاص باسباب الترويط نفسي ما هي الجينات يعني لان انا بناس كتير متصورة ان الجين طالما انا في عسرتي في شخص مريض نفسي فانا لازم هيجيني مرض نفسي لأ هي عوامل وراسية العوامل الوراسية دي بيبتدي بتبقى تحمل مجموعة من الاعراض الاعراض دي بيحصل لها ترجمة ويحصل لها ظهور حقيقي لما تتهيأ لها الظروف والبيئة المحيطة اللي تسمح بدها وده هياخدنا للجزئين التين ان يحصل خلل كيميائي او اضطراب كيميائي في بعض النقلات العصبية اللي موجودة في المخ الخلل ده يبتدي يصرع ويظهر الاعراض دي على حسب حدتها وشدتها العامل اللي بعد كده العامل المجتمعي ده الجزء التاني اللي هو الجزء السوشيال المجتمع اللي انا محيط بي انا ظروف شغلي مثلا كذا ظروف حياتي في المكان اللي انا عايش فيه كذا ظروفي في البيت كذا وهكذا العامل الاخير وهو السايكو او العامل الشخصي سمات الشخصية تنشئتي وتربيتي بالضبط كلنا بنختلف في سماتنا الشخصية فيه شخص معرض واكثر عرضة انه يجيلوا اضطراب او 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 مشاكل النفسية وفيه شخص قادر على انه يقدروا بالضبط كده فدي بشكل اجمالي كده الاسباب اللي بتؤدي طيب ايه الاسبابة النفسية انا لو عايز احافظ على حالة النفسية او صحات النفسية ايه الحاجات اللي ما توصلنيش للجزئين مهم جدا ان انا ابتدي اعرف الطرق اللي انا الكوبينج سكيلز او المهارات التكيفية اللي انا بتعامل بيها دي وحاول ان انا اكتسب بعض المهارات اللي هتخليني اعرف اتعامل مع مشاكل الحياة بشكل اكتر واتعامل مع ضغوط الحياة بشكل احسن وهكذا من ضمنها مثلا ان انا فكرة ان انا لازم افضل شغال كل يوم لمدة 12 ساعة او 10 ساعات علشان احصل معيشة معينة او يبقى فيه دخل مادي معين لا انا محتاج ان انا اقدي لنفسي وقت معين زي ما نقول كده ايه تشد في الفيشة مهمة جدا ان انت تفصل شوية عن الضغوط تفصل شوية عن المشاكل تبعد شوية عن البيئة اللي بتسبب لك ضغط وهنا زي ما اتكلمنا في البداية الدور الوقائي ان احنا كتير مننا بيبقى فيه حاجة اسمها حالة نفسية ده الفرق ما بين الحالة النفسية اللي ينفع معها زي ما قلنا طب صلي طب قرب من ربنا طب غير جو كذا لان بعض الناس مثلا يبقى عنده مشكلة فيروح لحد فيقول له تعرف لو رجعت ربنا بالزبط او ده ضعف ايمان مثلا اه ده انت على فكرة انت عرف لو ايمان قوي وقمت صليت ركعتين كده ودعيت ربنا هتلاقي ربنا الكرم فيروح في الاتجاه ده بس انه مش قادر يعمل ده ايوه هي دي بقى المشكلة مش قادر انا مش قادر انا لو قادر اعمل ده انا كنت فيزيد المشكلة اكتر فيزيد المشكلة اكتر فممكن يكره الصلاة ويكره الموضوع ده ويبدأ يفكر طب هو ربنا مش راضي يعمل طب ايه اللي انا عمله ممكن يخلي ربنا يرضى عني يعني ممكن المشكلة تبقى في اتجاه تاني بالزبط فهنا احنا محتاجين بقى نفرق ما بين جزئتين مهمين جدا الجزئلة اولنية حاجة بنسميها احنا الحالة النفسية او الحالة المزاجية كلنا بنتعرض لها بشكل يومي سقط في الامتحان جيبت ضغضة قليلة احد زعالي في الشارع ده مناسبة دك رحمة ده الشكل الطبيعي يعني الشخص اللي ما يشعرش بداء او ما يحسش بداء ده فيه مشكلة مش طبيعية بالزبط فدي حالة المزاجية او الحالة النفسية اللي هي مجموعة اعراض بسيطة ما وصلتش لدرجة انها تبقى مرض تمام الاعراض دي ينفع معاها ان انا اقول الحاجات اللي هات سابورتف زي انك انت تغير جو وسائل تبعم نفسي زي تبعمك نفسي انما بقى لما نيجي لمشكلة نفسية او التراب نفسي نستعمل مصطلح التراب نفسي فنيجي نعرفه بقى دايما او حاجة ملحوظة جدا ان تعريف كلمة التراب نفسي مرتبطة بدرجة كبيرة جدا بتعريف الصحة في التعريف الحديث للصحة بيتقال ان هو ليس غياب الاعراض ولا الامراض وانما الشعور الجيد على تلات مستويات على مستوى جسدي ومستوى نفسي او عقلي ومستوى اجتماعي ده كده تعريف الصحة لما نيجي نقيس على ده تعريف المرض النفسي نفسي او المريض النفسي عكس الكلام ده ان ما يبقاش فيه شعور جيد لا اجتماعيا ولا جسديا ولا نفسيا طبعا فالمريض النفسي هو شخص بيعاني بيعاني بس كده لو قفنا عند هنا فاحنا كلنا بنوعاني طبعا فاحنا مش كلنا امراض نفسية عشان كده انا دايما ببقى ضد كلمة كلنا مرضى نفسيين كلمة دي انا ضدها تماما لانه في فرق بين كلنا مرضى نفسيين او كلنا بنمر بحالات نفسية بالزبط ده جانب وده جانب اخر بالزبط ولكن المعاناة دي بقى بتأثر زي ما تكلمنا على وظيفة معتاد القيام بيها سواء كانت وظيفة اسرية وظيفة جنسية وظيفة اجتماعية وظيفة معرفية ودراسية او وظيفة مهنية مش بس كده او تؤثر على الاخرين على المحيط بيها لان في بعض الاضطرابات النفسية المريض نفسه مش مدركها زي اضطرابات الهوس او مدركة او طراب الفصام او غيرها التأثير او القلق مثلا بالزبط التأثير مش دايريكت على المريض نفسه ولكن على المحيطين هم اللي بيعانوا بسبب الاضطراب اللي موجود عنده جاي فساعتها نقدر نقول ان ده اضطراب نفسي تاك فعلا ان انت تروح لدكتورك تمام لو وصلت الاعراض زي ما قلت لحضرتك للدرجة اللي هي انا مش قادر ان انا اتكيف معها او اتعامل معها او الاخرين مش قادرين يتكيفوا معها او يتعاملوا معها يبقى لازم في ساعتها ان الاهل او الشخص نفسه يروح يستشير طبيب نفسي مؤهل ومدرب ان هو يتعامل مع الحالات دي وبنقسم الاضطرابات نفسية لدرجات فيه درجات بسيطة فيه درجات متوسطة وفيه درجات شديدة وعلى اساسها بتكون الخطة العلاجية اللي بتتحدد بعد كده طيب من ان فيه تأسيم للاضطرابات النفسية ومدى شدتها ومدى قوتها معظم الناس بتخاف تروح للدكتور النفسي مش بس لوصمة العار اللي موجودة للطبيب النفسي لان احنا بنقول انه ما فيش وصمة العار للطبيب النفسي وبالفعل بدأ كتير من المؤسسات والاطباء النفسيين بيحاول ان يزور دف باستمرار يعني بالضبط انه يا جماعة عادي وتعالوا فيه حملات كتيرة وفيه حملات كتيرة واسعى بترعاها العملات العامة للصحة النفسية وبترعاها كان فيه حملة قريب حتى عن بالضبط كده وصمة المرض النفسي بدعايته وزبط الصحة فإلى حد ما ابتدى يبقى فيه توعية بدأ يبقى فيه وعي شوية بالمشاكل النفسية والعملات النفسية وبدأ فيه ناس تتجه فعلا بيكون عندها مشاكل ليه المتخصصين فعلا مش للأسئلة ولا للناس المش متخصصة ولا الجيران ولا المشايخ ولا الكلام ده كله السؤال بقى المهم اللي أنا دايما ببكون عايزة أسأله في النقطة لتحديدا النهاردة أنا خايف أروح لدكتور نفسي لأنه خايف أاخد دواء لأنه دايما بسمع عن أن الأعراض بتاعة الدواء اللي أنا باخدها أتفضل طول حياتي باخد الدواء وما أقدرش بطله ولو بطلته هيحصل لي مشكلة أكبر أو انت كاس زي ما بيقوله إيه هي يعني أنواع العلاج للأمراض النفسية أو الترويس النفسية طيب خلينا نحسبها كده قبل ما نتكلم على إيه هي أنواع العلاجات إن مريض بيعاني أو عنده بعض الأعراض اللي مؤثر عليه الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية قد إيه بيحسن الأعراض وقد إيه بيمنع وكشف مبكر رحمة لأي حاجة في الدنيا بزبط في بدايتها مهم جدا مهم جدا أن أنت هتختصر المدة وتختصر حدة الأعراض ويبقى في ساعتها نحن نقدر أن نتدخل بشكل كويس جدا ده في البداية بنقسم العلاجات النفسية لثلاث أجزاء مهمة جدا الجزء الأولاني هو العلاجات الدوائية والعلاجات الدوائية برضو هي في ذاتها حواليها استجماء وحواليها وصمة بمعنى إيه أنك تروح لحد تصرف دواء فيقول لك أنت بتاخد الدواء ده ليه الدواء ده هيسبب لك إدمان إيه وعتقده إيه دي موقع أنت هتتعود عليه طول حياتك الدواء ده بيعمل كذا وكذا وكذا طيب خلينا نتفق على أن الكلام ده خاطئ تماما الصحيح إيه الصحيح أن أنت بتاخد أدوية خاصة علشان إحنا اتفقنا على أن المرض النفسي هو مرض عضوي المواد أو المقلات العصبية في بعض الأماكن في المخ فمحتاجة تصحيحة سواء حاجات هتقل أو حاجات هنزودها ده هيتم إزاي ده مش هيتم إلا بالدواء طبعا الأدوية النفسية ما هياش بتسبب الإدمان ولا حاجة بدليل أنك لو رحت أي سريضالية ممكن تصرف كتير جدا أو 90% من الأدوية النفسية تصرفها من غير رشدة الدكتور بمجرد هو يمكن ده دكتور أحمد موجود في مصر لكن في أمريكا أو في معظم الدول موجودة مش علشان هي بتسبب الإدمان علشان فيه سيستم أنك لازم يبقى معك بريسكيبش إنما الأدوية النفسية كلها ما بتسببش الإدمان فيه قطاع معين أو جزء معين من الأدوية النفسية واللي بتستعمل الاستعمالات معينة والمدد محددة وليها طريقة فإنك تديها بالتدريج وإنك تسحبها بالتدريج فالاعتمادية على الأدوية النفسية تكاد تكون مش موجودة ولكن تأخرنا إحنا في إن إحنا نزور الطبيب النفسي بيزود الأعراض لدرجة إنها تبقى أعراض شديدة مقاومة لبعض أنواع الأدوية ممكن يحصل تحسن بس محتاجين مثلا أن أنت تفضل ماشي على الدواء سنة يجي يبطل الدواء بعد شهر أو شهرين فيحصل أنت كيأس مرة تانية مع كل ريلابس بنقل الفرص نجاح بالضبط كده فمنخش في حتة إن المرض يبقى مزمن وإن إحنا نحتاج فترة أطول للعلاج ده أول جزء الجزء الدوائي الجزء التاني بنسميه إحنا العلاج الكلامي أو اللي بيتم عن طريق الجلسات الجلسات دي سواء كانت جلسات فردية يعني أنا كطبيب معالج موجود مع المريض أو الحميل فيه أنواع كتيرة جدا من العلاجات دي أو علاج جماعي إن إحنا في جروب سيرابي بالضبط كده جروب سيرابي فإن عدنا أنواع كتيرة جدا في أهمهم العلاج المعريف السلوكي أو العلاج الجدلي السلوكي أو نسميه الدي بي تي العلاج الدينامي العلاج الزواجي والأشهر والأكثر استعمالا واللي عليه اكتر وأبحاث والعلاج الزواجي بدأ مؤخرا يعني بالضبط لأن الشيوع المشاكل الشيوع المشاكل خلى للعجل الزواجي دور عظيم جدا في الحديث عن مستخدم المشكلة ورحمة وباقي تقريبا دقيقة أول وقت الحلقة ينتهي ونحن نتكلم بقى عن الإدمان وإيه الأسباب اللي توصلنا للإدمان وإيه علاج مشكلة الإدمان وإيه سبب الانتكاسات اللي بتحصل لمراجل الإدمان خلينا في النهاية الرسالة اللي احنا حبين نوصلها لسادة مشاهدين في نهاية هذه الحلقة أول حاجة بنقول إن احنا ما تخافش إنك إنت عندك مرض نفسي ولا ده يسبب لك وصمة ولا كأنك عندك خزي أو عار أو عندك مشكلة تخبيها اللي عنده مشكلة في القلب ما بيبقاش خايف ومستخب إنه ما عنده مشكلة في القلب اللي عنده مشكلة مرض سكر أو مرض ضغط أو غيره يبقاش عنده مشكلة فالاضطراب النفسي او المشكلة النفسية هي بالزبط كده ان ده مرض عضوي مش باختياري ولا انا اللي رحت واجبت النفسي مشكلة نفسية ولكن ده مرض حصل في خلل عضوي معين واليعلاج فمهما كان المشكلة ومهما كان الوقت فانت تقدر انك تطلب المساعدة من اي طبيب نفسي مؤهل ومضرب انه هو يقدم بالزبط كده لان للأسف بقى فيه بالزبط الجانب للطب النفسي لانه غامض شوية عن كتير من الناس ففيدوا خلاء كتير على مجال الطب النفسي وده اللي بيسيقه يا دكتور احمد للعلاج النفسي وبيسيقه لفكرة انه الطبيب النفسي ممكن اي حد يتكلم في هذا الموضوع نظرا لان الموضوع ما فيهوش حاجة ملموسة اه ما فيهوش حاجة ملموسة تقدر ان انت القلب انت عارف مكان القلب فيه لما احنا نتكلم عن المايند او العقل العقل ده فيه بالزبط فكتير من الناس لسه معندهاش الوعي الكافي بضرورة ان انا اقوي نفسي اولا من المشاكل النفسية ومن البقوع من المشاكل النفسية او ان انا لما يحصل لي اضطرابات نفسية اول حد اللي جاء له هو الطبيب النفسي هو الطبيب النفسي دكتور احمد العودة خصوات طب النفسي بمستشفى العبد السيارة الصحة النفسية انا مشكرك شكرا مشاهد الكرام في كل مكان هاخد من كلام الدكتور احمد وارجع اقول لكم انه المشاكل النفسية او الاضطرابات النفسية مهيش مشكلة ومهيش واصمة عارو على فكرة انتم كنتم تبقى سليم وكويس وزي الفل وكل سنة تروح مرة واحدة للدكتور النفسي دي في كل الدول المتقدمة بيعملوا الموضوع ده مش لازم انت يكون عندك مشاكل نفسية مفيش اي مشكلة ارجوكم حلوا مشاكلكم في البداية قبل ما تقبل وتعملكم مشاكل اكبر بكثير ان شاء الله حدنا نشوفكم حلقة خديمة اخرى لكم من كل التحية والتقدير انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته